نكلم دوقتي عن جهود الدولة المتواصلة لاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والتي بتستهدف الوصول بها لنسبة مساهمة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035 للمزيد من التفاصيل برحب بضيفي دكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق وأستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جماعة الزاقدي أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور منوارنا الله يخبر أول حاجة أقولي شايف إزاي جهود مصر المتواصلة يعني في تنويع مصادر الطاقة هي طبعا ده جزء مطلوب جدا لأن إحنا من تجربتنا السابقة لما رأينا أن إحنا كنا معتمدين على مصدر رئيسي للطاقة لما حصل اضطراب لهذا المصدر دخلنا في مشكلة فكان مهم جدا أن يقبى فيه هناك التنويع في المصادر بحيث أن لو حصل أي مشكلة لأي مصدر من هذه المصادر ممكن أن ما يؤثرش تأثير كبير على إمدادتنا من الطاقة الجزء الثاني أن تنويع هذه المصادر بيوجهنا إلى مصادر جديدة دلوقتي بقت مطلوبة جدا فكرة السمار في الطاقة الجديدة ومتجددة ده برضو توجه مهم بالزبط اللي هي لها ميزة أساسية أو مستين أساسيتين ممكن أقدر أقول واحد أنها مصادر محلية لا تعتمد على الاستيران اتنين مصادر لا تتغير أسعارها زي مصادر البترول والغاز اللي بتتغير يمكن ما أقدرش أضمد لحضرتك الأسعار بتاع البترول والغاز لثلاثة شهر قدام إنما الطاقة المتجددة ممكن أضمد لحضرتك الأسعار خمسة وعشرين سنة قدام الحاجة المهمة وينكي البيئة دي التالتة إنها مصادر صديقة للبيئة وده شيء أساسي وده توجه العالمي ممتاز طب التوجه للاستثمار كمان في الطاقة الشمسية أهمية ده إيه بالنسبة لنا هنا في مصر يا دكتور الطاقة الشمسية أحد أنواع الطاقة المتجددة ومصر مؤكد أحد أغنى دول العالم في مثل هذه المصادر مصر تقع فيما نسميه الحزام الشمسي وهو منطقة اللي تمتد على الصحراء الكبرى وممتدة في أسيا في الاتجاه بتاع مصر الأردن العراق إيران وهكذا ولكن مصر تتميز بميزة أساسية إن مصر أرضها منبسطة مما يسمح بإن إنشاء مثل هذه المحطات لأن في دول قد تكون فيها الشمس ولكن المناطق الجبالية وعرة جدا تاني حاجة مصر فيها ميزة أيضا إن فيها شبكة قوية للكهرباء وممتدة إلى أجزاء مختلفة في مصر وبالتالي هذا يمكن معرفش بقى حاجة تاريخية احنا بنعيش على 7% فحتى كان أحيانا نتحك نقول والله إحنا حاجزين 93% للطاقة الشمسية لدرجة إن كان في دراسة سابقة ضمن مبادرة ألمانية شهيرة كانت موجودة اسمها ديزورتيك كانت بتقول له في 250 كم من صحراء مصر ممكن تنتق طاقة شمسية تغطي احتياجات العالم كله من الطاقة طب بتشوف إزاي توسع مصر في إنشاء محطات للطاقة الشمسية يمكن في مقدمتها محطة بنبان هو طبعا إذا اتكلمت على مشروع بنبان أقدر أقول أنه بداية قوية وموفقة لبرنامج حيمتد معنا إلى عقود يعني التحول إلى الطاقات المتجددة وفي القلب منها الطاقة الشمسية ده شيء مطلب دولي كأحد الحاجات يعني يمكن خلال نوفمبر القادم في اجتماع الأطراف الدولية اللي هو بيسموكه COP26 أو الاجتماع الـ 26 للأطراف الدولية اللي كان تمخذ عنه قبل كده اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ وبالتالي احتياجنا للطاقات المتجددة من وجهة نظر عالمية هي احتياج مؤكد لأنه زي ما احنا شايفين تأثير التغيرات المناخية المؤثرة وقطاعات الطاقة هي أكبر قطاعات بتؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحالي وبالتالي ده توجه عالمي مطلوب بالنسبة لنا لمصر زي ما قلنا أن احنا محتاجين لهذا سواء لتنويع المصادر سواء للاعتماد على مصادر محلية سواء لضمان الأسعار مش فقط توقعة وخفضة